ما هي العراض المترتبة عن نقص السيروتونين؟ واحد مزاج سيء قلق تصرف عدواني توتر عدم القدرة على احتواء الضغوط احتقار للنفس صعوبة في النوم ذاكرة تكون سيئة أو تعبانة أو ضعيفة الشهية الشهية الأكل وخصوصا المواد التي تكتر فيها الحلويات تزداد الأكلات التي فيها سكرية بشكل رئيس والكثير من الأمور هذا فيما يخص نقصان مستوى السيروتونين بالمقابل قد البعض عندما يسمع الفوائد مباشرة ينطلق إلى الصيدليات ويقوم بشراء التريبتوفان الحامض الأميني المسؤول عن السيروتونين أو يأخذ المركبات التي ترفع مستوى السيروتونين هذه بمعنى استخدام مركبات تؤدي إلى زيادة مركبات خارجية تؤدي إلى زيادة السيروتونين بطريقة غير طبية أو غير مدروسة قد يؤدي إلى ارتفاع في السيروتونين طبعاً ارتفاع السيروتونين كذلك مضر على الجسم كيف؟ ارتفاع السيروتونين ممكن يؤدي إلى هشاشة في العظام ارتفاع السيروتونين ممكن يؤدي إلى ضعف جنسي زيادة السيروتونين إلى تراكيز عالية وكبيرة ممكن يؤدي إلى اطراف في ضربات القلب زيادة مضطربة في ضغط الدم ارتفاع في درجة الحرارة ممكن تكسرات في العضلات ممكن كذلك الموضوع يتطور إلى تجنجات وفقدان للوعي هذا ليس معنى نخوف من السيروتونين لا الاتزان في الغذاء إذا تزن استخدمنا السلوب الصحي في الغذاء بهذه الطريقة إن شاء الله بإذن الله نضمن مستوى سيروتونين طبيعي قادر على أداء جميع الوظائف الحيوية والمطلوبة دون تخوف ودون أي مشاكل صحية